شهد اليوم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مرسم توقيع خطاب نواية في مجال التصنيع الطبية وتم توقيع خطاب النواية بين كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة تكنولوجيا وشركتي HVD Egypt وبركن ألمير الطبية ويأتي توقيع خطاب النواية في إطار جهود الدولة لدعم وتعزيز دور التصنيع المحلي بغرض توفير احتياجات ومتطلبات السوق المحلية من مختلف المنتجات خاصة الطبية إلى جانب العمل على تصدير الفائد من تلك المنتجات للخارج